بسم الله الرحمن الرحيم عاتي قخطة الكاتبة العامة للعمال والعملات حامل رخ الشغل بمدينة مليلية اليوم 31 مايو بناء على التصريح ديال الوزير الخارجية قال بأنه يعني نهار يتم فتح المعابير أن العمال المرخصون أي العمال القانونيون نهار 31 سيتم الولوج ديالهم ذاكشي علاش اليوم العمال جميع العمال المرخصون هبطوا لسميته المعابير باش يدخلوا القناة المنع يعني كمغاربة القناة المنع من طرف السلطات المغربية وقالوا لنا بأنه خسكم واحدة تأشيرة عاد يتم الولوج ديالكم ذاكنا كعمال ديال المليلية وكمغاربة كرفضوا يعني رفض تام ديالها التأشيرة اللي كيفرضوا علينا بناء على شنوقع هذا النهار ديال 31 ماي قد يجتمع المكتب النقابي للعمال والعملات حامل رخص شغل بمدينة مليلية المنظوية تحتلوا الاتحاد المغربي للشغل باش نقروا طريقة bاش يعني نكملوا النضال ديالنا وغني نديروا واحد للجامع العام بناء على ذاك لجامع باش نغايت تفقوا العمال ديالنا باش يعني نوصلوا الرسالة ديالنا ومستمروا في النيضال حنا النيضال ديالنا مازال مستمر نيضال ديالنا مازال مستمر وكنقولها وكنعودها يعني غادي نطرقوا جميع الأبواب واش نحافظوا على الحقوق ديال هاد العمال لأن هات شيرة شنو فيها النخص المشغل ديالك يسيفت لك واحد يعني واحد عقد عمل أنه مازال بغي يكمل معاك بغي يكمل معاك العقد ديال العمل تم عدد كبير من العمال للمشغلين ديالهم ما بغي ينشي يستفضلهم ذاك العقد العمل وهذا العمل جابوا السينين ديال العمل إذا الحقوق ديالهم غادي تمشي لهذا حنا النيضال ديالنا مستمر بناء على الاجتماع اللي غادي دير مكتب ديالنا والجمع العام اللي غنذيرو مع العمال والعملات المرخصون ذاك الساعة غادي نقرر شنو كان ديرو النضال مازال مستمر